اشتركوا في القناة التوفيق والسداد في اداء مهامه الدبلوماسية وخلال اللقاء اكد سموه على العلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم واخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة حفظهما الله مستعرضا سموه سبل تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين من جانبه اعرب سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لعمل البعثات الدبلوماسية في الخارج ومنها البعثة الدبلوماسية في دولة قطر بما يسهم في تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين ودولة قطر ويحقق الاهداف المرجوة للبلدين والشعبين الشقيقين اشتركوا في القناة